السلام عليكم إخواني حياكم الله عدنا تسريبات بخصوص ذلك اللي وقع في قرميم بعد اقتراع الانتخابي للنهار الثامن من هذا الشهر كلنا سمعنا وعارفين ومتابعين أن عبد الرحيم بعيدة اللي كانت رشع عن حزب الاستقلال قال على أنه انجح في الانتخابات وتسلب منه النجاح دياله وتم إقسائه عنوة وتعمدة وأنا بحكم أنني متابع هذه المشكلة اللي جارة في قرميم شفت على أنه عبد الرحيم بعيدة أعلن على أنه انجح في الانتخابات قبل فرض الأصوات بساعات تعجبت قبل فرض الأصوات وإعلان عن الحصيل الأولية أعلن عبد الرحيم بعيدة عبر سبحاج وفايس فوق أنه انجح في الانتخابات وتعجبت استغربت بعد ذلك وقعت واحدة ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك عديد هي الصفحات والبعض منها موالية للبوليزاريو تخبره وتعلنه على أن عبد الرحيم بعيدة نجح في الانتخابات وتحصل على مقعد برلماني غيمة تلفية قلميم وحقيقة كمواطن مغربي بسيط ادخلني الشك في هذا التصريح المسبق دي العبد الرحيم بعيدة على أن ننجح في الانتخابات دون إعلان رسمي للحصيل الأولية والحصيل النهائية التي كانت تعلن في حدود الثانية عشرة ونصف ليلة بعد ذلك وبعد الإعلان عن النتائج النهائية دي الانتخابات المغربية في حدود الثانية عشرة ليلة أنا كنت معتقد فعلا أن عبد الرحيم بعيدة نجح في جهة قلميم كنا صادم في الغد في اليوم الموالي أن عبد الرحيم بعيدة عبر تدوينا في الفيسبوك تيقول أنه محتج أمام مقر عمالة قلميم داخل مقر عمالة قلميم وأنه تسلب منه ولا تسرق منه النجاح دياله في الانتخابات تعجبت واستغربت وتعرين انتباه كيف يشت شخص على الموسمقا وقبل ذلك بساعات أنه نجح في الانتخابات اليوم تيقول على أنه تسرق منه النجاح دياله في الانتخابات جانيت شي غريب وعجيب وكأنه مدرس عموما عبد الرحيم بعيدة كنا عرفوه مواطن مغربي حر كيداف على الشعب وكيداف على البلاد كون عارفوه على الجرأة دياله سوا داخل البرلمان سوا في مواقف سياسي دياله دائما قوي شخصية وقضية الانتخابات إذا طالها التزوير ولما كانت تشفى التزوير ولكنت فيها مشاكل ولا مناوشات كتبقى أمور داخلية ديال البلاد وفي كل دول العالم بمن فيها الدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا غيرها من الدول دائما كتسجل فيها حالات تزوير وغش ورشوة وغيرها من الأمور وحنا دولة إفريقية عربية الأمر وارد والقضية واردة حين ما غنقولوش لكم حنا انتخابات ديالنا لتجارة مؤخرة الننازيها وصافية 100% ولكن رغم ذلك فإنها مشكل وقضية وشأن داخل المغرب ولكن بعد التدوينة ديال عبد الرحيم بعيدة اللي كي يخبر فيه أنه محتج في مقر ولاية ولا عمالة قلمي كتخرج بعد ذلك الحشود غفيرة ديال أنصار بعيدة كتحتج كذلك في الشارع هذه الحشود الكبيرة وكما تم التوتيق فيها ورصدته الكاميرا وجود أشخاص ملتمين بالزي صحراوي في كلتا الحالتين انت مستحيل تعرف نية الشخص الملتم بالزي صحراوي اللي هو تقليد عادات وتقاليد صحراويين والشخص ملتم شيء عادي أم أنه ملتم وراءه أهداف تخريبية وكيخفي الوجه دياله لمنع التعرف عليه لمن السلطات ولمن تجيلات هواتف وكاميرات الحشود اللي كانت حاضرة في تلك الوقافات والمظاهرات اللي ثلاث بعد ذلك تدوينة عبد الرحيم بعيدة اللي كيخبر فيها أنه تطرق منه الفوز دياله وأنه هناك تم تزوير في الانتخابات المغربية في جيال ديقلمين تخلقت بعد ذلك احتجاجات للحشود الغافرة في مدينة ديقلمين فيها نساء فيها أطفال فيها مولي التامين فيها عدة أشخاص تم قسف وضرب رجال الأمل بالحجارة واشتدت الاشتباكات بين السلطات المغربية وبين المحتجين وكذلك حتى لا يخفى عنكم تم رصد الكاميرا لعدة أشخاص قادمين من فرنسا من مونت لاجولي حضروا في تلك الوقافات واحتجاجات لتأجيج الأوضاع والفتنة والتفريقة والعداوة والفوضى داخل قلمين تم تسجيل صورهم وهم عناصر موالية للبوليزاريو مستقرة في مونت لاجولي ودخلت المغرب مباشرة لقلمين من أجل هذه الوقافات والتظاهرات وإشعاد نار الفتنة بعيدة عبد الرحيم وصلت الخبار أن خارج مقر عمالة ولولاية قلمين هناك احتجاجات وفوضى ودرك على أنه داخل احتجاجات موجودين منذ الصين الهدف ديالهم هو إطارة الفتنة والتفريقة والفوضى داخل قلمين وخرج بتصريحه وبتدوينات كيتبرق من هاد الأشخاص اللي نيتهم هو جر قلمين إلى الفوضى والتفريقة والقبلية والعداوة وربما سفك الدماء تبرق هو نفسه ونحن نشكره على هاد البادرة من تيك الاحجاجات اللي دخلوا فيها مونت السين وكما كان لحال نحن كم مواطنين مغاربة كان ضامنه مع عبد الرحيم بعيدة سوى كان ظالم أو مظلوم سوى كان عنده حق أنه فعلا تسلب منه الفوز دياله سوى كان عنده خطأ ارتكبه بالتصريح على أنه فائز في الانتخابات مسبقا دون علم دون خروج الناس مسؤولين بالنتائج النهائي ذي التصويت سوى كان متحمد وعنده نية أخرى المهم أننا متضامن معاه كواحد من أبناء الشعب المغربي وكمواطن مغربي سياسي وعنده أنصار كتر داخل قلميم وفي كل أرجاء مملكة المغربية لكن هاد المشكل الداخلي اللي هو شأن داخلي في المغرب بخصوص الانتخابات المغربية تم استغلاله بطريقة محكمة من طرف عناصر البوليزاريو عديدهم عناصر البوليزاريو المتواجدين داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا متواجدين في مخيمة تندوف ولا في أوروبا سردوا عبر وسائل التواصل عدة فوكالات عدة أضيوهات كيحرضوا فيها سكان جهد قلميم ودنون يخرجوا للشارع من أجل الاحتجاج وجر المنطقة إلى فوضى بهذا المشكل دي العبد الرحيم بعيدة وأنا سمعنا وكما سنسمعوا جميع في هذه الأضيوهات أضيوهات عرقية قبالية عنصرية كيتكلم عن القبائل وقدروا يجروا المشكل من مشكل سياسي شأن داخل المغرب إلى مشكل قبلي كيف يفضل القبيلة على القبيلة وهذا المشكل إذا طال فكونوا مأكدين غيجر مدينة قلميم إلى مشكل قبلي حرب أهلية سفك الدماء داخل جهد قلميم ودنون وهذا الشيء ما بغيناش هذه المشاكل وهذه القضايا وهذه الحرب النفسية نخلوها العناصر البوليزاريو نخلوها المخيمات الدل بتندوف في المغرب دولة ومملكة عريقة متعايشين فيما بيننا منذ القرون سواء كنت مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ما كيهمناش الدين ديالك كيهمنها فقط أنك مغربي سواء كنت من قبيلة أي تياسين ولا أي تبوه ولا أي تبع أمراض ولا من التغجيش ولا من ودنون ولا كتي آمازيغي ولا صحراوي ولا عربي ولا ريفي ولا جبلي ولا دكالي ولا شاوي ولا أي عرق ولا دماء من المغرب أهم شيء هو أنك مغربي ابن الشعب المغرب العظيم أنت عايشوا فيما بيننا بسلام وبأمان ونخلوها العرقية والقبلية والعنصرية لمخيمات الدل والجزائريين هذا النوع من الخطابات هذا النوع من الأوضيوات مرفوضة رفضة مطلقا هنا في المغرب وصاحبه يستحق الاعتقال ويستحق السجن شيء آخر يجب أن نشير له أن أبناء قلميم جهة قلميم ودنون طانطان أصزاق سيدي إفني وهما صحراويين وأمازيغ ومتعايشين في تلك المنطقة ومنذ قرون هذه المنطقة وسكان هذه المنطقة مستهدفين من طرف البوليزاريو والمخابرات الجزائرية فبالرغم أن جهة قلميم ودنون ومغاربة أحرار أقحاح متبتين بالتمغربي ديالهم أكثر من كل المناطق اللي في المغرب ما احترام من الجل المناطق المغربية إلا أن هذه المنطقة جهة قلميم ودنون فيها دئاب منفردة دئاب موالية للبوليزاريو ومع ذلك يا إخواني الكرام وشيء مهم جدا أن البوليزاريو ما تطلبش بجهة قلميم ودنون جهة قلميم ودنون كتسميها جنوب المغرب ومداخلاش في المناطق اللي كتطلب فيها بتأسفى دولة والبوليزاريو كتعتمد على الشباب جهة قلميم ودنون باش يأجروا الأوضاع ويخلقوا الفتنة والتفرقة والعذاوة في المغرب وهم صحراويين ومشتحيل نقرأ أصولهم لكن البوليزاريو كانت تحصفهم ألا الشلحات وعدد كبير من الصحراويين قبائل التكنة على وجه الخصوص تم قتلهم وإعدامهم في مخيمات تندوف في سجن الرشيد هناك توجه عنصري البوليزاريو ومنذ تأسيس البوليزاريو كان يستهدف القبائل الصحراوي دي التكنة جهة قلميم ودنون تقتلوا منهم المئات في سجن الرشيد فقط لأنهم تكنيين فقط لأنهم من جهة قلميم ودنون العديد منهم الصحراويين الشباب الصحراوي المغربي المهاجر إلى أوروبا من كوسل فرنسا وإسبانيا كتستهدف مباشرة المخابرات الجزائري والبوليزاريو وكيجروه لتتوجه لأطروحة الإرفصال وحضور لوقفات ومظاهرات اللي كتنظم في فرنسا العديد منهم الشباب الصحراوي اللي من جهة قلميم ودنون تم رصدهم مشاركين في وقفات ومظاهرات وحاملين شرويطة البوليزاريو وبعد ذلك هذي الشباب الصحراوي من جهة قلميم ودنون إذا طاح في أي مشكل قدائي خصوصا في أوروبا كالإرهاب أو الصرقة وغيرها من أنواع الجرائم فإنه مباشرة لبوليزاريو كتتمرأ منه وقد نشر في مقالات ومنشورات الصحفية وإعلامية أن الشخص ذاك اللي كان موالي البوليزاريو ويحمل العالم البوليزاريو أنه مغربي ولا يمثل البوليزاريو ولا يسمى عندهم الجمهورية الصحراوي في حدارة كل حضر من هذا المخطط ديال البوليزاريو اللي كيستهدف سكان جهة قلميم ودنون طانطان أسزاك سيدي إيفني وغيرها من المناطق اللي مداخلاش في النزاع ديال الصحراء ومستهدفين من كل جوانب من طرف المخابرات الجزائرية والبوليزاريو نسمعوا التسريبات حياكم الله وياحي الشعب المغرب العظيم السلام عليكم يتلحسن يتلحسن اليوم إبانه والعادو خالقين يحمرون نحن العلايات لوجه والعادو مهم خالقين الله ليقيمهم رانا نقوم من مشوحنا لح حوله والأقوت إلا بالله ناجح البارح واليوم تنقلع منه إنا للليون إلا يرجعون هذا رأيهانة للمسمى القبيلتي يتلحسن كاملة منين ما عادت في مشارك العالم شي نمشت العبد الرحيم غير تلحسن الله يرحمها وفاة أخبارها غيرت ندفن وتسالي والسلام عليكم على الليل يا وليد خالي واخيرت 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 ويا ويا الليل ورانا قديت شجع طحيان عويان يا حيان رأيس الجمعة ويا الليل ورانا قديت شجع يا حيان عويان يا حيان رأيس الجمعة وأهل بالخير وما لللمزية اعطوا المال وما يرضى وشي أعطوا للمال وما يرضى وشي بالخطية وأهل بالخير وما يا أمالي اللمزية أعطاوا المهال وما يرضاوا شي بالخطيئة ومبروك مبروك رأنا ما رقدنا وما ظلينا يام سبتان مارا وما رقدنا البارح والحمد لله على كل حال وكل اللي عنده فم يشدو أنا أضراك رأيني ماشي أضراك حال اللي أردها مولانا تلقى الكارون قيم سمعتو والله بدا الحقراء ماشي مان الله ما نبغوها للبران يحرق على اللينا يا والي دمنا والحمنا ما نفوتوه ما ننتهدن عليه وحقروا عليه حقروا عليه وقلعوا منه ومنصبه علاش علاش هذا الشي والله العظيم الكريم يا أنا أضراك مات تتقدم نقعد في دارك ومان الله هنا نقعد بلا باس لا يحقني ماشي أضراك لردها مولانا وماني قاعد أضراك حالا وقوموا قوموا الحقراء ماشي قوموا تقعدوا كاملين وقفوا وجرووا عليك رأيكم سمعتوا والله بدا إلا مرتوا ما يرفضوا كنت من الجارة وبعد الشارع إلا إلا الحقوة يا الله تقوموا كاملين قوموا دموا عسالة والله دموا قوموا السلام عليكم ورحمة الله هاي لا يتكلم لك صحراوية منت العيون خالقة فيها ورابية فيها وخارقة فيها أبوية ورابية فيها وخارقة فيها أمي وعند صبوية وأولادي من صبوية يا الكلبة ما جاء يا بنتي إلا صبوية صبوية أحرار أحرار وافقاريش وأبطال وخيلهم معروفة نهار الغزيان يا محروق تبيها ما قطع طيو حمرت العرقو ولقط السلندو الحد ولقط حب وليدين ولقط دق سمعتوا ومن الكدية إلى القويرة هذا صبوية أحرار ولقصيتي يصلهم أولاد دريم أولاد بعمر سمعتوا يا أولاد دريم أعرف غوريش غوريش يعدي إلى عدنان وعدنان يعدي إلى الرسول مات قدي تلحقيهم أنت ولا اللي غيرك يا محروق تبيها سمعت يا الله مزلتي لماذا تعيي بي صبوية صبوية ما هم دعوة تسوي وش ريحة تعيي بيها كناري عليا بالحرامة رفدوا به ذيك ورفدوا به ميمتق ورفدوا به قوائبينتك سمعت يا الله مزلتي يا غايلة قلت عنك أنا أعتي لي أصلك شنه أنا أعتي لي قولي لي أصلك لعرفك إن جاوبك عليه أما الصبوية مات قدي تلحقيهم سمعت لكي يلاك وهم دافعهم زيناء ولي يا بلي حرامي ينهار الغذيانة اللي أعنهار حنين سمعت يلي يا بلي حرامي يترابهم ماط tee غذي ولي بلي حرامي أعنتين لم تعطوا حبرة العرق три ولي بلي حرامي أعنتين لم يبركوا في ظهورة القبايا ولي لي بلي حرامي أعنتين اوatte عليه جين يلحنا رأى كان التاريخ ما يرحب كان كل مقبيله غين ينافس اللي دافع عنها وتعرف اللي بركوا رونها وتعرف اللي يدافعوا عنه وسبوية ما قطن بركل حد وعليا بالحرام ما قطن وحبرت العرقوبية محروقت بيها وعليا بالحرام ما قطن الزنقاء وعليا بالحرام ما قطلت واوذره سماتي لا اللي مات في التاريخ ولا اللي مزال حي ماتي ولا مزال ويقلتي عنك برأي يقولي ان الصرق الصناعرفوه لايقعد حد لا يقعد هنا ولا اطون يطيح وما قู้ حد عسمي يطيح يام ايها اسمي تسمى طبيعيا يا أمي اللي طايحه باس ولا مغياس يا أسمعتي الطير الحجرة لا ترجع اللي بلده رأيه اللي لا تصيب حد عن حد إلا عندنا اللي اللي ذاكي خيش رويسه يسمع من تعموط وقعه الشيء والله والد عموط وقعه الشيء وياسه يبرعليه هذا رأيه ما يقبله لا تعمي ولا تعمي اللي ذاكي يقوم ويتحمس ويعاون ولما عاون كون يصقي يمركون لازنقه وقل ويا عباد الله مرقو يا أسمعتي وما قد رأيه معاونه لا يقعد حد اللي قد يمشي يمشي ولا أنا قاعدين ويعمل مولانا الله للداول لا خلنا وراهو إحنا أيها الناس الموت اللي هو واحدة لا أبغى تجدك ساعدش يالله يا عبد